ترجمة نانسي قنقر بطرس أنكر وهلأ يسوع المسيح يجتاز الموت من أجلك ويعلن عن أمانة كاملة ومحبة صادقة لا تنتهي إلى أبد الآبدين بالأعداد 22 إلى 26 نقرأ عن كرم الله في أن يشارك مائدته مع بني البشر مع بني البشر مع الإنسان مقابل خيانة وإنكار يلي بيعكس حيلة هذا الشعب يلي عيش وتاريخ هذا الشعب يلي عيش باستمرار بخيانة وإنكار ويسوع المسيح حول المائدة كان في خبز الخبز يرمز لخبز البلية يلي هذا الشعب اختبروا في أرض العبودية والأعشاب المرة ترمز لمرارة العبودية وكان فيه فاكهة مطبوخة لونة بيشبه الطين يلي بيذكرهم بالشقاء والتعب في صنع حجارة الطوب وبعدين كان فيه بالوسط حمل الفصح وحمل الفصح وكلمة فصح بالعبرة بتاع العبور وكانت إشارة لخلاص الرب لتدخل الرب وشفاءه وكيف عبر فوق البيوت بيوت المؤمنين شعب الله حتى يحام عنهم ويدافع عنهم ويكون بيجانبهم ولا حتى الأبكار ما يموتوا وكان فيه أربع كؤوس يلي بيرمزوا لوعود الخلاص وحول هالمائدة أخذ الرب يسوع المسيح الخبز الوباركة وكسر وأعطى التلميذ تبهوا أعطى التلميذ وقال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي هذا هو جسدي المكسور لأجلكم يعني الرب يسوع المسيح عم بيقول من هلأ وطالع كل ما تجتمعوا للشريك تذكروا لما تكسروا الخبز أنه أنا جسدي كسر على الصليب من أجلكم والأمر الثاني يلي لازم تنتبهولو خذوا كلوا ووزع عليهم الخبز معنيت هذا هو جسدي يعني هذا هو شخصي هيدا أنا يعني لما تكونوا مجتمعين مع بعضكم البعض أنا حاضر معكم مثل ما هو حاضر في هذا المكان أنا رح كون معكم أنا بجانبكم يعني في وعد صادق بوسط الخيانة والإنكار أنه أنا ولا بخونكن ولا بنكركن أنا ببقى معكم إلى الأبد وبعدين أخذ الرب الكأس الثالث وقال الف شكرة وأعطاهم وقال شربوا منها كلكم هيدا الكأس اللي فيه خمر أحمر علامة شراسة الموت اللي بدي يختبره يسوع ألم الموت الدماء اللي بدي تسيل من جسده من أجلنا قال شربوا منكم شربوا منه كلكم معنيتا يسوع المسيح عم يوعدنا أنه بالرغم من الخيانة والإنكار أنا رح كون حاضر معكم كلكم كل ما تجتمعوا حول اسمي رح تشوفوني أنا حاضر حاضر في الوسط شربوا منه كلكم يعني لما بتشرب رح تتذكر أنه المسيح رح يشملك لإلك بالفداء ورح وعود الله تتحقق بحياتك معنيتا أنه هو بيحبك محبة لا متناهية بحبك بحبك من كل قلبه بحبك وأنه لما يجي الوقت في هذا النظام الجديد العالم الجديد أنت اللي عم تشرب الخمر يلي بيرمز لدم المسيح أنت عم تاخد يقين أنك أنت رح تكون معه وهو لن يخونك ولن ينكرك لن ينكرك بدي شجعكم بهالأيام لما تعرف أنه يسوع المسيح حاضر حاضر كيف تتجاوب معه؟ كيف تتعامل معه؟ هل بشغف تطلب حضوره؟ باجتماع واحد أيام بتشعر شخص شاعر بحضور المسيح وشخص بعالم آخر لأنه الله القادر على كل شيء انتبهوا في شيء ما بيقدر يعمره ربنا هو أنه يلزمك تحبه ليه؟ لأنه المحبة فعل حر لأنه بيحترمك ويعطيك الكرامة فالله ما بيخرق حياتك عنوة يعني ما بيخلع باب قلبك أبدا بيحترمك وبيبقى واقف على الباب وعم بدق الباب إذا أنت ما بتاخد قرار واعي أنك تفتح باب ظلمات قلبك لنور إشراقة المسيح لن تختبر المسيح في حياتك لو عدت مع المؤمنين مئة سنة إذا ما بتاخد هالقرار الواعي أنه أنا إنسان خاطئ وأنا من دون يسوع المسيح ما إلي حيات أبادية وأنا بيقوتي الذاتية ما فيني أرض الراب لما بتعمل هالتصريح هيدا وبتفتح قلبك لياسوع المسيح يسوع المسيح بيجي وبيسكن قلبك وبتهرك من كل خطيئة بتصير ابن لإله ويصير إلك الحياة الأبادية هيدا الأرار بيتوقف مش علي علي كل واحد مننا بدي شجعك اليوم لأنك تاخد هالقرار بحياتك تاخد هالقرار وتقرر تتبع تتبع المسيح بعد في كأس في كأس رابع هيدا الكأس هو وعد بتحقيق وعود الله الكاملة يسوع المسيح المرح يشرب هالكأس الخمر إلا جديدا في ملكوت الله فهيدا الكأس الأخير بتشربه لما أنت تروح لعنده أو لما هو بيجي لعندك مجازيا حضور الله في الوسط بالكامل بشركة حقيقية معه إلهنا بيكون معنا ونحن معه في كل وقت في كل وقت بدي اسألك اليوم أمام الخيانة والإنكار أين تقف هل بتعطي ولائك لياسوع المسيح معترفا أنه أنت بتخون وأنت بتنكر وكلنا بنحتاج لياسوع المسيح وهو ولائه لنا إلى النهاية ولاء كامل هيدا الأسبوع قبل ما تصلي بدي خبركم القصة هالأسبوع عادت مع رجل كبير في السن عمره ليس كثير كبير عمره حوالي ستين سنة وكان فعلي اتهامات أنه عم بيقوم بأمور غير مقدسة غير مقدسة عم يقذي آخرين وعم يعمل أمور مش صحيحة فأعدت معه واجهته واعترف بكل شيء وكان رأسه بالأرض وبيشعر بالعار وأنا وعم بيحكي معه قلت له كيف شاعر قللي من فترة صغيرة فكرت أني انتحر قلت له هلأ كيف حاسس هلأ كيف وضعك قللي إذا في شي واحد بيخليني على قيد الحياة هو أمانته لإلي ولا مرة جيت لعنده بتوبة صادة إلا ما اختبرت غفرانه ومازالني عيش تحت سقف نعمته أنا بالنعمة قوي لكن لما بيطلع من هالنعمة بيطلع من تحت هالمظلة مظلة النعمة بسقط وبضعف بسقط وبضعف أنا إنسان غير أمين لكن يلي بيخليني على قيد الحياة أمانته هو بدي أدعيك من بعد ما نحضر هالفيلم الصغير بدي أدعيك تعطي حياتك ليسوع مش بس إذا أنت كنت بعيد تعطي حياتك ليسوع لا إذا أنت خادم أنت قائد وفي أماكن بحياتك بتشعر في إنكار في غياب عن حضور الله بدي أدعيك ترجع تتكرس من جديد للمسيح هم تسمعني؟ قائد مجموعة خادم شو ما يكون دورك بديك ترجع تجي من جديد انتبه الشيطان عم يطلب يغرب لنا كالحنطة لكن المسيح يصلي من أجلنا الشيطان بده راسك الشيطان بده عائلتك الشيطان بده يدمر بيتك إذا أنت خادم الشيطان بده يسلب أولادك قوتنا أن نلتج إلى يسوع المسيح يلي سحى رأس الحية إياك تتكل على نفسك هذا الموسم موسم نتعلم أكثر فأكثر الاتكال على الرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر